السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي طلاب الصف الرابع ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تدريبات عن المفهوم الاول الاجهزة والطاقة تعالوا نشوف مع بعض رقم واحد تخير الاجابة الصحيحة واحد الطاقة الحائرية والصوتية الصادرة عن احتكاك عجلات السيارة بالارض الف احدى صور الطاقة الداخلة للسيارة واللازمة لبداية حركتها با احدى صور الطاقة المهضرة النتيجة عند استخدام السيارة جيم لا تعتبر احد مقونات سلسلة الطاقة لعملية تشغيل السيارة دال كميتها تساوي كمية الطاقة الداخلة للسيارة عند حرك الوقود طبعا الاجابة الصحيحة رقم ايه رقم با احدى صور الطاقة ايه المهضرة النتيجة عن النتيجة عند استخدام السيارة يبقى جيم رقم ايه رقم با اتنين عندما يسقط ضوء الشمس على النباتات تحول الطاقة الضوئية في النبات الى طاقة كيميائية حرارية ميكانيكية صوتية طبعا تحول طاقة ايه طاقة كيميائية تختزن فين في الغزاء لان النبات بيكون بعملية تسمى عملية البناء الضوء بيصنع فيها ايه غزاء اللي هي عبارة عن مواد كربوهيدراتية اللي هي بسمها ايه نشا وسكريات ثلاثة لتشغيل جهاز التلفزيون نحتاج الى طاقة صوتية ضوئية كهربية حرارية طبعا طاقة ايه طاقة كهربية لقم ثلاثة لتشغيل جهاز التلفزيون نحتاج الى طاقة نقاط صوتية ضوئية كهربية حرارية طبعا ايه براف طاقة كهربية اربعة كمية الطاقة الداخلة للمصباح الكهربي في صورة كهرباء نقاط كمية الطاقة النتيجة عنه في صورة ضوء اكبر من اصغر من تساوي ليس لها علاقة بي طبعا بتكون ايه اكبر من بتكون ايه اكبر من ليه لان في جزء من الطاقة بيهضر في صورة الطاقة ايه حرارية يبقى الطاقة النتيجة بتكون اقل من الطاقة الداخلة ليه لان في جزء من الطاقة بيهضر في صورة الطاقة ايه طاقة حرارية خمسة معظم الطاقة التي نستخدمها أصلها من الكهرباء الشمس، الكمر، الرياح طبعا أصلها منين برافو من الشمس الشمس تعتبر هي المصدر الرئيسي لمعظم الطاقة على سطح الأرض بنحصل منها على طاقة كهربية، طاقة حرارية، طاقة كيميائية كمان بنحصل منها على طاقة حركية يعني ده كلها طاقة بنحصل لها منين من الشمس ستة، قانون بقاء الطاقة ينص على الطاقة لا يمكن أن تتغير من صورة إلى أخرى الطاقة تفنى ولا تستهدس من العدم الطاقة لا تفنى وتستهدس من العدم دال الطاقة لا تفنى ولا تستهدس من العدم ويمكن أن تتغير من صورة إلى أخرى طبعا اللي جيب أس حركم إيه؟ براف رقم دال. الطاقة لا تفنى ولا تستهلس من عدم يمكن ان تتغير من صورة الى اخرى. سبعة. في بعثات استكشاف المريخ التي لا تضم اي بشر. تستخدم الريبوتات الطاقة. الف الكيميائية باق الحرارية جيمة الشمسية دال الحركية. طبعا هي بتستخدم الطاقة ايه? الشمسية. والتي تتحول الى طاقة كهربية وحرارية وايه? وحرقية. وده عن طريق مين? الخلايا او الالواح الشمسية. تمانية. عند تناول الطعام يحصل جسم الانسان على طاقة نقط تمكنه من القيام بالحركة. حرقية كهربية حرارية كيميائي. طبعا يقولنا الطعام يختزم طاقة ايه? براف طاقة كيميائي. يبقى رقم ايه? رقم ديل. تسعة. الصورة المقابلة بها احدى البطاريات التي تستخدم لتشغيل ساعات اليد. الطاقة. المستخدمة في البطاريات. طاقة كيميائية. كهربية. حرارية. طاقة وضع. طاقة ايه? براف. طاقة كيميائي. لكن بعد كيها تحاول طاقة ايه? الى طاقة كهربية. تعمل على حركة مين? عقارب الساعة. عشرة. عند نفاز شحن بطارية الكمبيوتر محمول. لابتوب. نكون بي. شراء بطارية جديدة. اعادة شحن البطارية. التخلص من البطارية. شراء سلسلة طاقة جديد. طبعا ايه? براف. اعادة شحن ايه? البطارية. اتنين. الف. اكمل العبارات الاتية باستخدام الكلمات المعطاة. تختزن طاقة مهضرة. كيميائية. ميكانيكية. ضوئية. حرارة. تفنى. رقم واحد. الطاقة السوتية والطاقة الحركية. النتيجة عند تشغيل مجفف الشعر الكهرباء. تعتبر نقط. لانها لا تساهم في الوظيفة الاسية للجهاز. تعتبر ايه? براف طاقة مهضرة. طاقة ايه? مهضرة. ليه? لانها لا تساهم في الوظيفة الاساسية للجهاز. اتنين عند تشغيل اي جهاز بيتم هدر جزء من الطاقة. ولكن الطاقة لا ايه? براف لا تفنى. وطبعا بتتحول من صورة الى ايه? الى صورة اخرى. يبقى هنا الطاقة هنا ايه? لا تفنى. لكن بتتحول من صورة الى ايه? الى اخرى. تلاتة. عند تناول ثمر الطفاح ينتقل الى الجسم طاقة. طاقة ايه? براف طاقة كيميائية. اربعة بعض الاجهزة نقط الطاقة بداخلها لفترة مثل الهاتف المحمول. طبعا ايه? بتختزن الطاقة بداخلها زي الهاتف مين? المحمول. طبعا بتختزن الطاقة فين? داخل البطارية. خمسة. عند تشغيل كشافة تليفون المحمول. وبتتبع مصاري الطاقة. فان الجزء من الطاقة الكيميائية المختزنة. بالجهاز يتحول الى طاقة نقط. براف. طاقة ضوئية. طاقة ايه? ضوئية. ستة. بعد طاقة الحركة المستخدمة لتدوير مبراط قلم الرصاص تخرج في صورة نقط. نتيجة الاحتكاك واللي تتطبر طاقة مهدرة. في صورة ايه? براف. في صورة حرارة. في صورة ايه? حرارة. يبقى حرارة دي يعبر عن طاقة ايه? طاقة مهدرة. باية. انظر الى الصورة ثم اكمل العبارات التالية. واحد. يعمل المصباح الذي يستخدمه الطفل بالطاقة نقط. لانه يعمل بالبطاريات. بالطاقة ايه? بالطاقة الكيميائية. يبقى المصباح الذي يستخدمه الطفل يعني بالطاقة ايه? الكيميائية. وان البطاريات تختزن طاقة ايه? كيميائية. هتتحول الى طاقة ايه? الى طاقة كهربية. اتنين. يصدر عن هذا المصباح طاقة نقطة تضيء المكان. طاقة ايه? طبعا طاقة ضوئية. وطاقة نقطة يمكن الاحساس بها عند اقتراب اليد من المصباح. طاقة حراري. تلاتة. تعتبر الطاقة نقطة التي تصدر عن المصباح طاقة مهدرة. لانها ليست الوظيفة الرئاسية للمصباح. الطاقة ايه? الحرارية. يبقى الوظيفة الاسية للمصباح هي الطاقة الضوئية. لكن الطاقة الحرارية بنقول لها الطاقة ايه? طاقة مهدرة. اربعة. كمية الطاقة الداخلة للمصباح. تساوي كمية الطاقة الخارجة عنه. لان الطاقة لا لا ايه? براف. لا تفنى. طاقة ايه? لا تفنى. لكن لما يقول لي كمية الطاقة الداخلة للمصباح. نقطة كمية الطاقة النتيجة عنه في صورة ضوء. قال لي هنا ضوء بس. يبقى ايه? اكبر من? يبقى اللي داخل بيكون اكبر من كمية الطاقة النتيجة في صورة ضوء. لكن لما يقول لي بقى هنا كمية الطاقة الداخلة للمصباح تساوي كمية الطاقة الخارجة ايه? عنه. ما هو اللي خارجة عنه ده عبارة عن ايه? طاقة ضوئية. وطاقة ايه? حارية. يبقى لاتنين مع بعض. يبقى الكهربائية الداخلة بتساوي كمية الطاقة النتيجة عنه اللي هو ايه? الضوئية وحارية. لكن لو قال له واحدة بس. يبقى اللي داخل ده اكبر منين? اكبر من كمية الضوء الناتج عنه. تلاتة ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد الضغيج الصادر عند استخدام المكنسة الكهربائية يعتبر احدى صور الطاقة الداخلة للجهاز. طبعا ايه? عبارة خاطئة. لان ده بيكون ايه? احدى صور الطاقة الناتجة. المخرجات يعني. تعتبر مخرجات من الجهاز. وليس ايه? الداخلة. رقم اتنين. جميع الاجهزة التي يتم تحكم بها دويا. بيتم تشغيلها بالبطاريات. طبعا ده ايه? عبارة خاطئة. تلاتة. كمية الطاقة الداخلة لاي جهاز تزاوي كمية الطاقة الخارجة عنه. طبعا ده عبارة ايه? عبارة صحيح. اربعة تختزن بطارية الموبايل بداخلها طاقة ضوئية. طبعا عبارة ايه? عبارة خاطئة. خاصة طاقة ايه? طاقة كيميائية. تتحول بعد كده طاقة ايه? الى طاقة كهربائية. خمسة تتبع مصهر الطاقة عند تشغيل اي جهاز يمكننا رسم سلسلة الطاقة له. طبعا عبارة صحيح. ستة. الطاقة الحارية الصادرة عند استخدام مكنسة كهربية. اقل من الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيلها. طبعا ايه? عبارة صحيح. سبعة. الطاقة الصادرة عند استخدام الخلاط الكهربائي. طاقة صوتية فقط. طبعا عبارة ايه? عبارة خاطئة. طاقة صوتية. طاقة ايه? حركية. تمانية. تعمل عربة استكشاف المريخ كيرو سيتي بالطاقة الميكانيكية وتم تحكم فيها عن بعد. طبعا ايه? عبارة خاطئة. بتعمل بيئة الطاقة الشمسية او البطاريات ايه? طويلة الامت. اربعة انزل الى الصورة ثم اختر الاجابة الصحيحة. واحد. اللابة الموجودة بالصورة. يتم تحكم بها عن بعد. يتم تحكم بها يدويا. طبعا ايه? يتم تحكم بها عن بعد. ليه? لانه بيمسك هنا ايه? الرموت كنترون. يبقى الولد هنا معاه الرموت كنترون. اتنين. الطاقة المختزنة داخل البطاريات التي تعمل بها اللعبة. طاقة حرارية ولا كيميائية? طاقة كيميائية براف. تلاتة نقطة من صور الطاقة الخارجة عن اللعبة. الطاقة الكهربية ولا طاقة حركية? طبعا الطاقة ايه? الحركية. اربعة تصدر هذه اللعبة اصواتا عند حركتها. ويعد هذا الصوت. احدى صور الطاقة. داخلها ام النتيجة? طبعا ايه? النتيجة. طيب. ركب خمسة بالشكل امامك هنا. بالنسبة للشمس. بيصدر عنها ايه? بتصدر طاقة ضراف. طاقة ضوئية. طبعا هنا الاشجار بتختزن طاقة. طاقة كيميائية صح? داخل من? الشجرة. ولما بقطع الشجرة هنا وتم احركها بالاحتراق بيصدر عنها ايه? طاقة حرارية. براف. ستة انزل الى الصورة وحل الاجهزة كما تعلمت سم اختر الجابة الصحيح. رقم واحد غلية ماء كهربية. اتنين غلية ماء تعمل بالغايز. واحد يشترك الجهازان في. نوع الطاقة الداخلة للجهاز. بقى صور الطاقة الخارجة من الجهاز. جيم سلسل الطاقة اللي كلاهما من الطاقة. ده كلاهما موفر للطاقة. طبعا ايجاب رقم ايه? رقم بقى ان صور الطاقة الخارجة من الجهاز بتكون ايه? واحدة. اتنين. يختلف الجهازان في. الف نوع الطاقة الداخلة للجهاز. بقى صور الطاقة الخارجة من الجهاز. جيم وصفة الجهاز ده الجميع ما سبق. طبعا ايه? نوع الطاقة الداخلة للجهاز. تلاتة الوظيفة الرئاسية للجهازين. هي الحصول على طاقة نقط لتسخين الماء. ضوئية حارية كهربية كيميائية. طبعا ايه? طاقة حرارية لتسخين الماء. اربعة كمية الطاقة الداخلة الى الجهازين. عند الاستخدام نقط كمية الطاقة الخارجة عنهما. اكبر من اقل من تساوي لا توجد اجابة صحيح. طبعا ايه? تساوي. رقم خمسة. يعمل الجهاز الاول بالطاقة نقط. بينما الجهاز الثاني يعمل بالطاقة نقط. الكهربية الميكانيكية. الحارية الكهربية. الكيميائية الكهربية. الكهربية الكيميائية. طبعا ايه? الطاقة الكهربية. والطاقة ايه? الكيميائية. وان ان الغاز بيختزم بداخل طاقة ايه? طاقة كيميائية. رقم سبعة اكمل تحولات الطاقة في الصور التالية. طاقة كيميائية في البطارية. هم? تحوي الى طاقة ايه? برافو. طاقة ضوئية. طيب. بالنسبة لرقم اتنين. عندك هنا التفاح. تختزم طاقة ايه? طاقة كيميائية. هم? هتحوي الى ايه? طاقة حرقية. تعمل على حركة مين? الدراج. طيب رقم تلاتة. طاقة حرية. وطاقة حرقية. وطاقة ضوئية. طاقة ايه? صوتية. طبعا ان الوقود بيختزم طاقة ايه? طاقة كيميائية. هتتحول الى ايه? حرارية وحركية وضوئية وايه? وصوتية. طيب طاقة كهربية في المسباح طبعا طاقة ايه? طاقة ضوئية. طيب رقم خمسة الطاقة الكهربية هتحاول بطاقة ايه في المكواة? طاقة حرارية. طيب ستة الشمس. طاقة ايه? براف طاقة شمسية. تحول الطاقة ايه? الى طاقة كيميائية. با اكمل سلسلة صور الطاقة لتشغيل مروحة المكتب. عين من بان محط توليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية. رقم واحد الطاقة الداخلة طاقة نقاط قادمة من الشمس. طاقة ايه? براف طاقة ضوئية. قادمة منين من الشمس. تصل الى الخلال الشمسية الموجودة بمحطة. محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. بيتم توزيها على ايه? البيوت. تصل عن طريق اسلاك نحاسية. في صور الطاقة ايه? طاقة كهربية الى مين? البيوت. بيتم توصيل المروحة بالكهرباء. طيب المروحة باعة تنتج عنها طاقة ايه? طاقة حركية. براف. يبقى هنا ينتج عنها طاقة حركة. الهواء بالغرف يبقى اسمها طاقة ايه? حركية. طيب تصدر ضجيجا عند تشغيل المروح يبقى طاقة ايه? صوتي. طيب تحدث نتيجة الاحتكاك ويندج عنها طاقة ايه? صح. طاقة حرارية. تقويم الاضواء. رقم واحد انزل الى الصورة ثم اكمل بصدام الكلمات الموطة. تفنى. تنتقل. اقل من. اكبر من. لا تتساوي. تتساوي. واحد عندما تصدم الكرة بالكوائم فان الطاقة الموجودة بالكرة نقط منها. يسأل ايه? براف. تنتقل منها الى ايه? القوائم. فتجعلها تتحرك او ايه? تقع. نين عندما تتوقف الكرة عن الحركة فان نتقتها لا نقط ولكنها انتقلت الى ايه? الى القوائم. لا ايه? براف. لا تفنى. ثلاثة. مقدار الطاقة التي انتقلت الى القوائم. نقاط مقدار الطاقة التي تم دفع الكرة بها. حيث ان الجزء من الطاقة تحول الى طاقة حرارية نتيجة احتكاك الكرة ايه? بالارض. بتكون ايه? اقل من. اربعة. مقدار الطاقة التي تم دفع الكرة بها نقاط مقدار الطاقة الحرارية. طبعا بتكون ايه? اكبر من. اكبر من ايه? من الطاقة حرارية? النتيجة عن احتكاك الكرة بايه? بالارض. خمسة. بناء على قانون حفظ الطاقة فان الطاقة التي بدأت بها الحركة. يجب ان نقاط مع الطاقة التي انتقلت الى جميع الكوائم. يبقى ايه? يجب ان تتساوى صح. اتنين ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. الطاقة الصوتية احدى صور الطاقة النتيجة عند استخدام غسات ملابس. طبعا عبارة صحيح. اتنين لا يمكن ان تتحول الطاقة الكهربية الى صور اخرى. طبعا عبارة خاطئة. تحول اكتر من صورة. تلاتة تختزن البطاريات الطاقة الكيميائية. طبعا عبارة صحيح. اربعة عند احتراك الوقود لتحريك السيارة فان الطاقة تفنى. طبعا عبارة خاطئة لنتحول الى صور اخرى. خمسة تعتبر الطاقة الحرارية النتيجة عن تشغيل المصباح الكهربية طاقة مهضرة. طبعا عبارة صحيح. تلاتة استغرج الكلمة المختلفة. واحد مجاففة الشعر. الغسالة. الخلاط. ساعة اليد. طبعا بنهزف مين? ساعة اليد. دي كلها عبارة عن ايه? المدخلات فيها عبارة عن ايه? طاقة ايه? طاقة كهربية. طاقة ايه? كهربية. لكن عندك ساعة اليد هنا بتعمل بايه? بالطاقة الكيميائية. اللي تتحول لطاقة ايه? كهربية. يبدو نهزف مين ساعة اليد. اتنين الوقود الغزاء البطارية المصباح الكهرابي. طبعا ايه? هنهزف مين? المصباح الكهرابي. ليه? لان الوقود والغزاء وبطارية تختزم بداخلهم ده كوا ايه? طاقة كيميائية. اربعة انظر الى سورة متر الانفاق ثم تخير الاجيابة الصحيح. واحد الاسلاك النحاسية الموجودة اعلى متر الانفاق تم الدهب الطاقة. نقاط التي تكون بتشغيله. الكيميائية الحرارية الحركية الكهربية. طبعا طاقة ايه? الكهربية. نين تندق طاقة حرارية نتيجة احتكاك عن جليات المترو بالكتبان الحديدية. وتعتبر طاقة ايه? فانية داخلها مهدرة اساسية. براف طاقة ايه? مهدرة. تلاتة من صور الطاقة النتيجة عند استخدام متر الانفاق. الطاقة الحرارية الطاقة الحركية الطاقة الصوتية جميع ما سبق. طبعا ايه? جميع ما سبق. ان شاء الله بازن الله الفيديو القادم هيكون عن الدرس الجديد ان شاء الله. اللي هو الوكوند.